دعنا نسيب المنتخب ونروح لكاس مصر لأن مبارح في حياة الأمر كان فيه مباراة أكتر من رائعة والزمالك يعني عاوزين نقوله إيه تفوق على نفسه مبارح وشوفنا عفوزه على المعاولين سوداسية 6-1 شوفت المباراة دي إزاي مبارح ممكن فريس زمالك عمل مباراة قوية جدا جدا معنا دي ما قلني خصوصا على الجانب الهجومي أو الشيق الهجومي اللعاية بدأت تفهم أو تستوعب طريقة لعب أسوريو ممكن مصوريو بدأ يطبق طريقة مختلفة شوية عن الكرة المصرية أو إحنا ما تعودنا عن الكرة المصرية وأي طريقة جديدة دايماً محتاجة وقت ممكن هو حتى بقى تمر صحفي بعد ما تشقال إحنا لعبنا ثلاث ماتشات و52 تمرين مع اللعيبة بدأنا آخر ثلاث ماتشات اللعيبة تهدم الطريقة أو تستوعب الطريقة فالناس بقى لتتحس إن فيه فرقة وده طبيعي وده على فكرة عشان كده بنقول دايماً تلحم المواسم عام مؤزمة كبيرة ليه؟ المدرب ما بيلحقش يجهز اللعيبة بتاعته على السيستم اللي هشتغل به طول السنة وسوريو طبعاً أول ما جاء كان فيه تزابدو في نتائج والتعادلات خسارة لأن الأداء مش حلو والناس حسن الفرقتها كان طبيعي لما بدأ ياخد وقت واب نفسه قال المبارحة لما عملنا 52 تمرين مع اللعيبة آخر ثلاث ماتشات لأ فيه فرق كبير جداً جداً فيه لعبة الزمالك اللي هي تمركز الجومي بشكل مرعب يعني بيلعب حاجة كده قدام لوه أي فرق هتلعب مانتمان زي ما كانوا يقولون بيلعب مبرح هيتعب لأن انت الطريقة اللي بيلعب بها أسوريو ما ينفعش تعمل بها حاجة اسمها رقابة رجل لرجل لأ هتعمل كل لعب يمسك مكان معين اللعب اللي يجي لك فيه تقدر تمسكه لكن هو بيعمل لها مركزية بشكل قوى جداً جداً ممكن تلاقي شيكابالا مهاجم تلاقي الجزيري جناح ممكن تلاقي يزيزو مهاجم تلاقي شيكابالا الناحة التانية ففيه علامة مركزية بتخلي الفرق اللي قدامك متل اغبطة مش عارف يمسك مين وسيب مين طب إيه اللي يوقف في الطريقة دي اللي برضو زي علامة مركزية في الهجوم هتخليك انت فيه مركزية في الدفاع يعني كل لعب يلتزم بالمنطقة بتاعته اللعب اللي يجي لك استلمه وامسكه سواء كان مهاجم كان جناح مش فرقة لكن هتمسك زيزو مسلاً لأ هتتعب لك هتمسك زيزو هتمشو وراه هتسيب مساحة وراك هستغل لها شيكابالا او استغل لها جزيري زي ما شفنا مبارح المقولين كان في حالة صعبة جداً جداً مبارح خصونا على مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى الزمالك كان موفق جداً واعتقد ننتيجة كانت مستحقة وبجدارة والنتيجة مبارح هتفتح لنا بقى مباراة قوية جداً جداً مرتقبة الزمالك وبرامتز تاني نصف نهائي مكرر كل ناس كانت متوقعة ان الناس تاخد يوم تتنفس فيه احنا خلاص لاخر السيزون وفيه موتشات موتوتاليا والزمالك عنده موتش في الدوري بعدها مباراة القمة مع الاهلي ان شاء الله الفترة اللي جاية فاعتقد هيبقى صعبة جداً ان هو رايح اللعيبة لانه اكيد عايزين نستوعاجه اكتر هو واضح انهم من كلامه انه كل ما بيعمل التمرين اكتر اللي هي بتستوعبت الخطة اكبر فبالشكل اكبر وموتش الاهلي بالنسبة لزمالك مهم جداً مش خطر الدوري دوري خلاص لزمالك الموضوع انتهى بالنسبة له ولكن موتش الاهلي فوجة نظري بروفة مهمة للزمالك قبل ما لعب بيراملز بيراملز دلوقتي في مستوى عالي جداً جداً كفاز عشرة واحداش مغرعة التوالي الاول مرة من ساعة نشأته تقريباً في كل المسابقات فبيراملز وصل لمستوى عالي جداً جداً هو مساقط خدامات ابراهيم عادل واحد من ابرز لعب المنتخب الأوليمبي والقائد المنتخب الأوليمبي ده كمال ما يرجع له هبقى إضافة عبدالله سعيد مصاب يعني عنده وصابات كبيرة جداً جداً ونغربات كبيرة ومع زيك بيراملز ماشي فكل كويس فموتش الزمالك والاهلي بروفة لزمالك مهمة قبل ما وجد بيراملز في نصف نهائي مكرر من السنة اللي فاتت مش عايزة قول كلمة سائرية ولكن بيراملز السنة اللي فات أو موسم اللي فات في كاس مصر أطاح بالزمالك من دور نصف النهائي فأكيد إذا مالك عازي عاود هاتير خسارة على حساب نفس المنافس وممكن دي كرة القدم وحلوتها أنها دايماً بتديك فرصة لو أنت خسرت مرة أو اتنين من المنافس معين بتقدر تواجهه مرة تانية في نفس المكان أو في نفس الدور وتاخد بطارك الكروي مش حاجة سيئة يعني وتقدر ترد اعتبارك في داخل أرض المعلم فأعتقد مبارحة تبقى قوية جداً وشيقة جداً يعني الواحد نفسه من دلوقتي يشوف اللقاء اللي بين باتشيك وأسوريو هتبقى حاجة ملحمة كروية منتظرة وانهائي مبكر في كاس مصر إن شاء الله طيب خلاني نروح لإنبي يا دكتور يعني إنبي والنجوم إنبارح شفنا مباراة قوية قدمها النجوم إنبارح وربما البعض بيقول هو كان أحق بالفوز لكن إحنا أمام حقيقة والكرة لا تعرف إلا لغة المكسب والفوز أكيد طبعاً إنبي مبارحة استطاع اللي هو يتأهل بعد غياب يمكن استمر لسبع سنوات آه عشان نسأل دور قبل النهاية طبعاً إنجاز كبير لنادي إنبي نادي إنبي السنة دي عامل يعني صراحة موسم رائع وفقاً لإمكانات الفرقة وفقاً لفرقة ما عملتش تدامات قوية ومطلع معظم الناشئين بتوعه وإنبي بدأ يحصد ثمار قطاع ناشئينه القوي يعني إنبي من أقوى قطاعات الناشئين في مصر ممكن فيه كان نادي في مصر كده عندهم قطاع ناشئينه مهتمين بي جداً فإمبي بيحصد هذي السنة خلي بالك إن حمد فتح يلعب الأهلي اللي رايح الواكر القطري من نتاج هذا القطاع راح النادي الأهلي بعد كده إمبي لما الأهلي هيبيعوا إمبي هستفيد فلوس صحيح خلي بالك وفقاً للعقد المبرد بين الفرقتين فشوف إنت بقى لما يكون عندك قطاع ناشئين قوي ده اللي إحنا دعم بالنادي بين السماء بالناشئين مهم جداً حتى بعيداً أهل وزمالك إنت أي نادي اللعيبة دي بتطلع لك أولاً هتسندك زي ما حصل مع إنبي السنة دي مع مش عدمات قوية الناس قولت لك ده إنبي هيهبط بالمنظر ده في الآخر لا إنبي في وصة الجدول فقبل نهائي كاس مصر أعتقد إنجاز كبير جداً جداً يعني بدون إمكانات تقريباً ولكن بيحصد ثمار إن القطاع ناشئين بتاعه قوي جداً 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 يوصل به لقبل نهائي كاس مصر ممكن أكيد عنده طموح يوصل لأكتر من كده لكن في ظل الإمكانات الموجودة أعتقد عاملين إنجاز رائع جداً جداً طبعاً السنة الجاية ممكن نحافظ على العيبة دي ويطوروا أكتر بالخبرات اللي خدوها السنة دي يوصلوا لحاجات أعلى داخل الدوري أو في كاس مصر مهم جداً ممكن يفكر يبيع بعض المواهب الموجودة عنده وبالتالي برضو يعيد العجلة مرة تانية ويدوارها مرة تانية ويطلع ناس ناشئين أكيد برضو هتبقى فكرة مؤتبرة لكن إنبارح كان فيه حاجة أطرف شوية في ماتش إنبيو النجوم إن اللي كان ماسك فريط النجوم هو طبعاً أستاذ محمد الطويلة رئيس النادي كان مكتوب حتى بمشرف العام على الكرة والقائل بعمل مدير الفني فهيأني كان حاجة كده لطيفة جداً إن احنا نلاقي رئيس النادي هو اللي بيقود الفرقة تكونوا بشوفها في الأفلام زمان بس واضح إن احنا حاولنا حاولنا الدراما الحقيقة أنا الآية اتعاكست وشوفنا رئيس النادي هو اللي بيقود الفريق وعلى فكر الممكنية على مستوى الكاس مصر أو الناس شوف التلفزيون ده جديد يعني أو تحسنها أومر لا أو حصل بكده كان نادي الزرقة حسب ما أنا فاكر برضو كان رئيس النادي تولى برضو الفرقة بس لو طبعاً بدرجة تانية ما حدش شركات بلقوا من الحتة دي برضو مسك الفرقة بتاعته وكان هو قائم بعمل المدير الفني هو عين نفسه مدير الفني للفريق وهو اللي قاد الفريق بس الناس اللي أمرت شوفه في التلفزيون وكان رئيس النادي هو مدير الفني للفريق أو قائم بعمل المدير الفني طب كلمة أخيرة سريعة بس عشان الموجز الأهلي والإسماعيلي شايف مين اللي هيفوز كلمة واحدة مباراة صعبة جداً أعتقد الأهلي أقرب يفوز ولكنها مباراة تكون درامية جداً في ظل أنها ممكن تخلي الإسماعيلي يخش في نفق صعب جداً لكن مباراة مهم الأهلي عشان يحسن الدولة مبكرة لكنها مهم الإسماعيلي عشان يقترب من البقاء في الدولة